عاوز أقول أيضاً أنه الشهيد الحقيقي لا يقتل نفسه لا يقتل نفسه الشهيد الحقيقي لربما يتألم من الأزى ومن العذاب لكنه لا يؤذي بالمقابل ولا يرد بالمقابل أو ينتقم لنفسه أنا بتكلم على الشهادة المسحية الشهيد الحقيقي لا يطلبون الموت لكن يقبلونها بصدر مفتوح برحبه في الموت عندما يأتي مثل مرأينا في شهادة استفانس وقرأت من الرسالة إلى العبرانين بيتكلم عن أبطال كثيرون أبطال الإيمان طبعاً في أبطال المشرفة أسماءهم لامعة وفي أسماء فعلاً مش مشرفة لكن برضو صاروا أبطال إيمان لأنه فعلاً لمستهم النعمة الإلهية بقول الكتاب ولم يكن العالم مستحقاً لهم بيتكلم عنهم قتلوا نشروا رجموا عزبوا إلى آخره إذ لنا سحابة من الشهود سحابة من الشهداء ما هي نفس الكلمة كلمة شاهد تعني شهيد مارتيريا نفس الكلمة هذه السحابة من الشهود الذين قدموا حياتهم شهادة للمسيح باستشهادهم ليسوع المسيح فإذن رحبوا بالموت لكنهم لم يلعنوا الأعداء ولم يردوا بالمقابل أو ينتقم ولم يشتموا أو يجدفوا أو يتكلموا كلام جارح على الآخرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر